أتكلم في عدة نقاط قال إن اعتماد اللجنة الأولمبية لعيحة النظام الاسترشادي في 2017 واستشهد إن الفيفا لما حبت تغير منطوق أو اللجان وفصلة اللجان عن بعضها جابت الجامعة العالمية وعملت تصويت على عكس اللي حصل هنا من اللجنة الحقيقة كمان فكرة إنه يعني ملوش حق الاستئناف ده موضوع لازم يتم مراجعته مفيش تحقيق معاه موضوع لازم يتم مراجعته طالما إحنا قادرين إن احنا نمنع رئيس نادي البعض التجاوزات أو التصريحات بالعدم المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 3 شهور طب ده فيه ناس كتير جدا سمعت صوت وصورة الإساءات لها داخل اتحاق قرات القدم وما فيش أي قرار يتحول لجنة الاندباط لدرجة إنه حتى النادي الأهلي الشكوى المقدمة رسميا من النادي الأهلي ومش هنقول النادي الأول في مصر ولكنه من أندية الدورة الممتاز في مصر لم يتم عرض الشكوى على لجنة الاندباط من الأساس ولما تسأل ليه الكلام ده قال مش عايزين الأهلي يحكم برغم إنه إحنا قلنا إنه إحنا عايزين إن لو ويحتاجهم أعتقد علامات استفهم كتير جدا على اللجنة الخماسية خاصة إنها كانت جاية رفع شعار الاحترافية والعدالة والشفافية وتعالوا نفكر رئيس اللجنة الخماسية الأستاذ عمر الجناني بتصريحاته اللي كان بيقولها قبل بدء المسابقة ما بقى زمال كاوي؟ أنا مصري والمهمة دي دي مهمة وطنية ودي للبلد إن أنا لازم أعمل حاجة أنت بتنسى إيه انتماءات ولا عمري في حياتي حيتقال علي أو أحب إن يتقال علي ده مسك مهمة وانحاز كده وبالتالي ما بقاش الرجل أمين في شغله موضوع إن أنا زمال كاوي زمال كاوي لا تعالى بقى من وانا في موقع المسئولية انسى خالص نيطلع حاجة زي كده يعني حاسبني على وانا متولي المسئولية حاسبني على قدارتي للأمور هنحضر ليحة وهنحضر ورقة هتتطبق على أكبر وأقدم نادي وتتطبق على أصغر نادي احترامي للجميع وكل أطراف اللي موجودة في المنظومة الكروية فوق راسي من فوق بس أنا عندي قانون بيتطبق حاجة يجبرني أنا ما طبقش قانون وما طبقش الليح أنا مش عايز حاجة خاطر أنا جاي يا حنعمل الصح يا لا لا إلا الله محمد رسول الله مستنيين أول مواجهة ليك مع أي رئيس مجلس إدارة أنا عمري ما هتواجه مع أحد أنا فيه سيستم حيتطبق أنا لا بتخانق ولا ليه أن أنا بتخانق ولا الكلام ده خالص ليه 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 وأنا عايزي احنا بندعو الأستاذ عمر الجنيني يراجع تصرحاته اللي قالها خاصة لما قال أنا عندي ليحة وعندي سيستم ما فيش حاجة اسمها عقوبة على نادي كبير أو نادي صغير أنا مش هصطدم مع رئيس أي نادي أنا عندي ليحة وعندي سيستم ولو الأمر ما قدرتش هنفذ الليحة ولا السيستم هقول سلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله أعتقد يا أستاذ عمر الأمور بقيت وضحة بشكل كبير جدا عقوبة مباشرة ثلاثة شهور منع رئيس نادي من عدم المشاركات الرياضية في الوقت اللي فيه عند حضرتك شكاوة ما تحولتش للجنة الاندباط أعتقد هنا بقى فيه ازدواجية تماما ما بقاش فيه العدلة لحرارة بتكلم عنها ما بقاش كمان فيه الشفافية في التعامل ما بقاش كمان فيه احترافية خاصة وإن اللوايح أصلا ما تبعتتش للاندباط أعتقد موضوعه صعب جدا وأعتقد محتاج تراجع التصرحات دي مرة تانية وتسمعها مرة واثنين وثلاثة ونتمنى تنفيذ جزء منع حتى إحنا بنؤكد يا أحمد على احترامنا لكل الأشخاص اللي ذكروا وما كانتش قضياتنا العقوبات الناس كلها أوضحت وجهة نظرها من حق الطرف التاني لحق الرد كامل ولكن حبينا نؤكد على فكرة إن غياب اللوايح زي يا أحمد ما قلنا وعدم عرضها والازدواجية في المعايير هيؤدي لمشكلة كبيرة جدا